موسيقى نبدأ مع بعض الجزء الثاني وهو جزء الجمل والعبارات الجمل والعبارات اللي بنطبق بيها على الكلمات إلا معانا وإزاي نوظف الكلمات دي بشكل صحيح وبشكل سليم وإزاي أستخدم الكلمة لو ليها أكتر من معنى أقدر أن أنا أبني عليها أكتر من جملة ومن عبارة إلا هتخليني بعد كده أبني عليها الحوار سواء حوار بسيط أو حوار معقد شوية معانا أول كلمة هي كلمة وليع وليع وكلمة وليع قلنا إن هي معاناها ممل أو يشعر بالملل لو نفتكر مع بعض إحنا خدنا كلمة تانية مشابهة وهي مييس مييس وقلنا إن كلمة مييس برضو معناها ممل أو حاجة ملهاش معنى إيه الفرق ما بين الاتنين؟ طبعا ما الاتنين نفس المعنى في استخدام بسيط بيفرق المعنايين دول أو بيفرق الكلمتين دول عن بعض استخدام بسيط واحد الفكرة إن أنا ممكن أقول على الأشياء كان مييس إن هي حاجة مملة أو حاجة ملهاش معنى زي مثلا ما أقول أن الفيلم ده ملوش معنى أو الفيلم ده ممل ولكن ما ينفعش أقول ما ينفعش أستخدم كلمة مييس إن أنا أشعر حلتي بالملل إنما ينفع أستخدم كلمة لما أجي أشعر أو لما أجي أعبر عن شعور بحلتي النفسية إن أنا أشعر بالملل فأقول أنا النهاردة حاسس بالملل جدا تعالوا نطبق على ده بأمثلة أول جملة معنا بتقول أنا أشعر بالملل جدا الجملة اللي بعدها بتقول خدنا مع بعض قبل كده معناها هذا الكتاب وكلمة بأن هي كلمة الكمية الخاصة بالكتب فلما يجي أقول معناها هذا الكتاب خوولة ممل جدا معنى كده إيه؟ معنى إن أنا ممكن أستخدم كلمة وليا وصف الشعور بالملل سواء للأشخاص أو للأشياء كلمة اللي بعد كده وهي كلمة كاوشي كاوشي واخدنا لكلمة كاوشي سيجي بمعنى امتحان أو يخوض امتحان أو اختبار عندي أمثلة على كلمة كاوشي ومثالين دول مهمين جدا في الاستخدام أول حاجة لما يجي أقول سي مو كاوشي معناها لامتحانات النهائية أو امتحانات نهاية الفصل الدراسي ونقول عليها إيه؟ سي مو كاوشي المثال التاني هو سي جون كاوشي سي جون كاوشي اللي هي امتحان منتصف الفصل الدراسي ودول مهمين جدا ان احنا نعرفهم ونحفظهم كويس قوي لأننا نستخدمهم في حاجات كتير المثال اللي بعد كده هو وكلمة قلنا ان هي ليها معنين بتيجي بمعنى صحة وبتيجي بمعنى جسد تعالوا نشوف المثال اللي عندنا بيقول إيه؟ كلمة و دي الضمير الشخصي بمعنى أنا وكلمة دي بتيجي بمعنى مؤخرا أو في الفترة الأخيرة إيه اللي حصل مؤخرا أو في الفترة الأخيرة؟ مش قد كده أو مش كويسة قوي فلما يجي يقول لحد مثلا بيسألني عن صحتي وده السؤال عن الصحة انت صحتك عاملة إيه؟ أرد عليه بالجملة دي وأقوله طب لو أنا عايز أعكس الجملة دي وأقوله لمؤخرا صحتي كويسة قوي فهقوله إيه؟ أنا الصحتي في الفترة الأخيرة كويسة جدا هل ممكن أستخدم صفة تانية غير الصفة؟ أو ممكن ممكن أستخدم كلمة شوفة قلنا كلمة شوفة بتيجي بمعنى كويس أو مرتاح فلما يجي أقول أنا صحتي كويسة أو حسس براحة يعني في صحتي ممكن أقول أو عايز أقول أنا صحتي مش في أحسن أحوالها فهقول نجي نشوف الجملة اللي بعد كده وهي كلمة كلمة ياء وخدنا كلمة ياء وقلنا إن هي تتيجي بمعنى دوا تعالوا نشوف إحنا نستخدمها إزاي وإزاي نقدر نمني على الكلمة البسيطة دي جملة كويسة الجملة اللي معانا بتقول يعني إيه كلمة بتتيجي بمعنى التعب لما يجي أقول بعدها كلمة ش كلمة ش لو نفتكري بتدخل في حاجات كتير جدا بتدخل في كلمات كتير جدا وهي بتعبالي طبعا عن الوقت فلما يجي أقول وقت لما تتعب خدنا كلمة داي بمعنى يجب أو أنت ملزم إن انت تشيا تاخد الدوا يبقى أنت ملزم إنك تاخد الدوا وقت التعب وكده نكون خلصنا مع بعض الجزء التاني وهو جزء الجمل والعبارات خدنا أربع كلمات بالنسبة لنا مهمين جدا ودول اللي إحنا نبني فيهم الحوار في الحلقات اللي جاي أول كلمة خدناها مع بعض وهي وليا وقلنا إن هي بمعنى ممل واخدنا الفرق ما بينها وما بين كلمة مييس وقلنا إيه الفرق ما بين الاتنين إن كلمة وليا ممكن أستخدمها في حالة الشعور بالملل للأشخاص أو للأشياء ولكن كلمة مييس ما ينفعش إن أنا أستخدمها في حالة الشعور بالملل للأشخاص ولكن ينفع إن أنا أوصفها في حالة الأشياء تاني كلمة خدناها مع بعض وهي كلمة كاوشي وقلنا إن كلمة كاوشي مبني عليها عبرتي مهمين جدا وهي اللي هي متحانات نهاية الفصل الدراسي وتي جون كاوشي اللي هي متحانات منتصف الفصل الدراسي تالت كلمة كانت معنا وهي كلمة وقلنا إن هي بتيجي بمعنى صحة وبتيجي بمعنى جسد وتعلمنا مع بعض إزاي أوصف صحتي بأنها كويسة لما أقول مثلا أنا صحتي في فترة أخيرة كويسة أوي ممكن أقول أنا صحتي في فترة أخيرة مش قد كده قدنا مع بعض كمان كلمة مهمة جدا ولازم أستخدمها برضو في أوقاد التعب أو المرض وهي كلمة يع وكلمة يع بمعنى الدواء ولما أجي أقول ياخد الدواء باستخدم معاها الفعل وقول وبكده نكون خدنا جزئين مهمين جدا مع بعض في حلقة النهاردة جزئية الكلمات جزئية الجمل والعبارات اللي بوظف بيها الكلمات دي هنستخدم الحاجتين دول في حاجة مهمة جدا وهي الجزء الثالث وهو جزء الحوار وهتعلم إن أنا إزاي أتكلم في موضوع زيارة المريض وإزاي لما أنا أتعب أو حد تاني يتعب إزاي أننا نتعامل معاه في السياق الحوار ده بأبسط الكلمات وبأبسط الجمل والعبارات اللي إحنا اتعلمناها مع بعض وكده نكون خلصنا مع بعض حلقة النهاردة شكوا على خير في حلقة جديدة من برنامج تعلم اللغة الصينية على شاشة قناة مدرستنا زيزيان شكرا للمشاهدة موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة